السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر أذار الجاري سيكون هناك جلسة ينتظرها العراقيون من الشمال حتى الجنوب الجلسة بين الإطار وبين التيار أو ما نسميه الإنقاذ وطن سيما أن التحالف الثلاثي قبل قليل أعلن هذه الكتلة الجديدة التي انبتقت تحت اسم إنقاذ وطن لا ندري ما هي النتائج التي ينتظرها الشعب العراقي ما الذي ستتمخض عنه بالضبط هل سنذهب مع حكومة أغلبية بالفعل هل سينجح التيار فيما أراده كل هذه الفترة من الانتظار أم ربما سيكون لذلك اليوم حديث مغاير تماما لما توقعه الكثير بمن فيهم السيد مقتدى الصدر وسنذهب باتجاه ما أراده الإطار التنسيقي بالطبع نحن وإياكم سننتظر ماذا سيحدث هو المتحدث أول المنتظرين ترجمة نانسي قنقر